الكويت كسب رغم التعادل اندونوسيا كسب رغم التعادل وسالم الدوسري ودى السعوديين في داهيا طبعا بالنسبة لمباراة الكويت والأردن مباراة كانت بالمتناول وسهل جدا بالنسبة للأردن ولكن العيب اللي كان فيهم في هذه المباراة انهم ما حسنوا يترجموا السيطرة والاستحواز والمتعة اللي كانوا عم يقدموها لأهداف لحتى يجوا منتخب الكويت يسجل عليهم في الضيئة 92 ويطلع متعادل وتعادل بطعم الانتصار بالنسبة للكويت وبينما بالنسبة للأردن بطعم الهزيمي ليكون الأردن ثاني مجموعته بعد العراق والكويت في المركز الثالث الأخطر السعودي ما زال بيقدم مستويات مش مقنعة أبدا ما زال نبحث عن المتخب السعودي اللي شفناه سابقا وتحديدا في مونديال قطر الآن بمنتهى الصراحة بدون روح بدون أي أفكار تكتيكية صحيح نعم سيطرين مستحوزين سالم الدوسري أهدر بيلانتي ولكن أبدا ما هذا السعودي يلي بنعرفه وبصراحة كان مفروض هي تكون مباراة سهلة جدا على السعودي لأنه هني في مجموعة صعبة بتضم اليابان البحرين اللي فاز اليوم على أستراليا وأستراليا والصين فم حاجة فم أنتو ترجمة نانسي قنقر